المسجد الأقصى من الذي بناه ومن يستحق أن يرثه وما حقيقة الهيكل المزعوم وما قصة الحق التاريخي التي يدعيها اليهود ومتى يسترد المسلمون المسجد الأقصى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة مع قصة الأقصى الواجب لا يسقط إلا بعذر هكذا قال الفقهاء الواجب لا يسقط إلا بعذر يطرأي وجبنا نحو الأقصى ما الذي يجب علينا الآن أن نقوم بتقديمه لتحرير بيت المقدس لتحرير المسجد الأقصى والواجب كما ذكرت لا يسقط إلا بعذر فمن عذره الله تبارك وتعالى فهو المعذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك نقول يجب على كل مسلم في هذه الآونة أن يقدم ما استطاع لنصرة المسجد الأقصى ولنصرة المدينة المقدسة كثير من الناس زعلانين جدا على الأحداث الأخيرة وكيف انتهك اليهود المسجد الأقصى وكيف قام اليهود بالاعتداء الغاشم على المصلين وكيف أنهم في رمضان قاموا بالاعتداء على المعتكفين في بيت الله تبارك وتعالى دخلوا بأحزيتهم النجسة في المسجد الأقصى وقاموا بالاعتداء على المصلين على العابدين على المعتكفين في بيت الله تبارك وتعالى لكن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إذن لابد أن يترجم هذا الغضب وهذا الحزن إلى واقع أن نقدم ما استطعنا إلى الله تبارك وتعالى في سبيل تحرير المسجد الأقصى ولرفع الهم الذي يعاني منه المسلمون ولرفع البلاء الذي يعاني منه المسلمون على أرض فلسطين وكما ذكرت ليس الأمر بالتمني ولكن ما صدقه العمل نوع الآن رشدة علاج لمعالجة قضية المسجد الأقصى بين صفوف المسلمين ما هو الطريق وما هو السبيل الذي يوصلنا بمشيئة الله تعالى إلى الأقصى إلى تحريره إلى أن ندخل المسجد إلى أن نصلي فيه بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن نحرر المدينة المقدسة التي دخلها الأنبياء والمرسلون ما هو واجب الفرض ما هو واجب الشعوب ما هو واجب الأمة والحكومات والحكام تجاه المسجد الأقصى المبارك أولا أن نتخلص من العبودية لغير الله عز وجل دي نقاط سريعة جدا منها ما يكون في وسعي ومنها ما يكون في وسعي الشعوب والحكومات والأمراء والحكام ولا يكلف الله نفسا كما ذكرت إلا وسعها لذلك نقول أولا لابد أن نتخلص من العبودية لغير الله تبارك وتعالى أن نتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحافظ على التوحيد من أي خلل ومن أي شائبة تطعم في جناب التوحيد وتخدش صفاء ونقاء التوحيد ثانيا أن نحكم كتاب الله تبارك وتعالى فيما بيننا إذا عايزين نركز في الرشدة دي عايزين نركز في هذه المسائل في هذه القضايا هذا هو الطريق الموصل إلى تحرير المسجد الأقصى أولا أن نحكم كتاب الله تبارك وتعالى ونحافظ على التوحيد ونتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو نبيا ولا ملكا ولا وليا من دون الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ثانيا أن نحكم كتاب الله تبارك وتعالى فيما بيننا في المعاملات في البيع والشراء في الزواج في الطلاق نحكم كتاب الله تعالى فيما بيننا كثير من الناس بيقولوا نتمنى أن نحكم بشريعة الله عز وجل طب إحنا محتاجين أن نحكم الشريعة ما بيننا في الخلافات الفردية في الخلافات العائلية في الخلافات الأسرية نحكم كتاب الله تبارك وتعالى فنحن أولى أن نبدأ نحن بأنفسنا في أمر تحكيم الشريعة قبل أن نطالب غيرنا بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى أضرب مثالا واحدا أعيشه في بعض الخلافات الأسرية لنعلم مدى القرب أو البعد من تحكيم شرع الله تبارك وتعالى فيما بيننا أحيانا نتدخل في مشكلة أسرية ويقوم الزوج بإلقاء كلمة الطلاق على الزوجة وتطلق الزوجة شرعا نقول لابد أن تمكث الزوجة في بيت الزوجية في فترة العدة هذا شرعا يعني إذا كانت طلقة رجعية تجلس الزوجة في بيت الزوجية لا تنصرف نقول ذلك للزوج ونقول للزوجة عليك أن تمكثي في بيت الزوجية حتى مع وقوع الطلاق لكن في فترة العدة عليك أن تمكثي في بيت الزوجية إما أن يعتارد الزوج وإما أن تعتارد الزوج ممكن الزوج يقول لا تروح لأهلها ما تلزمنيش أو الزوجة تقول لا أهل أولبية مش طلقني فنقول لهؤلاء هذا لا ينبغي أن يحدث فربما راجعها زوجها يتدخل الأهل وتزداد المرارة وتزداد الحصرة بتنحية شرع الله تبارك وتعالى لماذا قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتوا من نساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة إذن القضية دي من القضايا المحسومة في القرآن الكريم لا الزوج يخرج الزوجة ولا الزوجة تخرج من مات الزوجية دي مسألة واحدة بس من ألاف المسائل التي للأسف الشديد لا نرضى بها في كثير من الأحيان أو لا يرضى بها كثيرون في كثير من الأحيان هذا مثال واحد في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى فهل نرضى بشرع الله عز وجل عشان كده بنقول أن تحكيم كتاب الله عز وجل تحكيم الشريعة لنطالب به الغير لكن نحن نبدأ به ونحكم فيما بيننا في الخلافات في الشراء في المعاملات في البيوع نحكم شرع الله تبارك وتعالى فيما بيننا ثالثا أن نسعى إلى الوحدة قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لما درسنا في الحلاءات الكثيرة التي كلمنا فيها عن المسجد الأخصى ومدينة القدس في أشد اللحظات يجتمع المسلمون ينصرهم ربهم تبارك وتعالى كلام ده كلمنا عنه سواء في عصر الخلافة الراشدة لما دخل عمر رضي الله عنه واجتمع المسلمون بقيادة أبي عبيدة كلمنا في عصر صلاح الديني كلمنا حتى في عين جلوت في قدس كيف انتصر على التطار كيف إذا تم توحيد نصر والشام في كثير من الأزمين نصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم وتذهب ريحكم يعني القوة النهار تضعفوا من بعد قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله كفان فرخة كفان نزاعات كفان عصبية للقومية كفان عصبية للجنس كفان عصبية للجماعات نحن لن تعصب إلا للمنهج وإلا للإسلام وفقط أما الفرقة والاختلاف هذا يؤدي إلى عرقلة المسير إلى المسجد الأقصى رابعا تحقيق المفاصلة بيننا وبين غيرنا وهذه من أهم النقاط يا عباد الله عشان ندرس الرشيدة كويس لازم نتأمل هذا العنصر تحقيق المفاصلة بيننا وبين غيرنا لا لذوبان الفوارق العقضية بين المجتمعات والشعوب لا لابد من تحقيق مفهوم الولاء والبراء قضية المعايشة لابد أن تطرح طرحا جيدا قضية المعايشة مع غير المسلمين لا سيما مع أهل الكتاب لابد أن تعاد وتصاغ بطريقة وسطية معتدلة لابد أن تطرح طرحا وسطيا معتدلا شاملا بلا غلو بلا تفريط ولا إفراط يعني من المعاملات الجائزة مع أهل الكتاب على سبيل المثال عيادة المريض الإهداء لهم قبول الهدية منهم البيع الشراء المؤاجرة التعزية التصدق عند المصلحة رد السلام الاستعانة بهم والتحالف معهم من أجل المصلحة الشرعية الراجحة أن نأكل من طعامهم التزوج من نسائهم التهنئة في الأمور الدنيوية الانتفاع بما عندهم من العلوم والمنافع والدراسات الجديدة البحثية وما إلى ذلك الانتفاع بالتكنولوجيا الحديثة وهكذا هذه دائرة واسعة لكن هذه الدائرة لها ضوابط يعني هذه الدائرة لا تمس العقيدة أبدا لذلك نقول قضية المعيشة من أهم القضايا التي لابد أن تطرح طرحا جيدا موافقا للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن مع هذه الضوابط لابد أن نحقق المفاصلة وتحقيق المفاصلة من الضوابط التي لابد أن تكون واقعية بيننا وبين أهل الكتاب أثناء المعاملات ذكرنا أنه في عصر الدولة العبيدية الشيعية تولى اليهود بعض المناصب القيادية كلامنا نحن ذكرناه أن في عصر الدولة الشيعية العبيدية المعروفة كذبا وزورا بالفاطمية اليهود تبوأ بعض المناصب القيادية السيادية الحساسة وأدى ذلك إلى وقوع القدس أسيرة في أيدي الصليبيين هذه القضية في الحقيقة من القضايا الفارقة بين المؤمنين والمنافقين قضية المفاصلة وتحقيق مفهوم الولاء والبراء من أهم القضايا التي لابد لنا أن نعيد دراستها مرة أخرى لم يفصل تبارك وتعالى بين المؤمنين وأعدائهم إلا بعد أن فاصل المؤمنون بينهم وبين أعدائهم نالت هذه القضية حظا وفيرا في الكرآن الكريم قضية الولاء والبراء قضية المفاصلة بين المسلمين وبين غيرهم انظروا إلى إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه هذه قضية من القضايا مثال نموذج في القرآن الكريم في كافية العلاقة والتعامل بين المسلمين وبين غير المسلمين قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية قال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قالوا إيه كلنا نعيش مع بعض بدون ضوابط إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلابد من تحقيق المفاصلة بيننا وبين غيرنا انظروا إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هنا نادى نوح ربه تبارك وتعالى لما يعني غرق الولد الذي هو فالذة الكبد نوح عليه السلام يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين خلي بالك قيل يا نوح إنه ليس من أهلك معيني ده ابنه ده ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ليس من أهلك ليس من أهل دينك وليس من أهل ملتك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين هنا أذعن نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين لماذا؟ لأن الوشيجة الحقيقية مش وشيجة الوطن ولا الجنس ولا اللون لا وشيجة الدين التوحيد الإسلام لكن لا النسب ولا الدم ولا الوطن إنما المؤمنون إخوة أي أن كان بقى ده ابن عمي ده غريب عني ده في أمريكا ده في ألمانيا ده في ليبيا إنما المؤمنون إخوة لذلك أذعن نوح عليه السلام لأن الوشيجة الحقيقية هي وشيجة الدين هذه تتقدم في المرتبة على وشيجة الدم والوطن والأبوة والبلوة وما إلى ذلك لذلك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم لذلك لابد من تحقيق المفاصلة بيننا وبين غيرنا نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما يجب على المسلمين لتحرير المسجد الأقصى وشاهدين الكرام نمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة